بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الرؤى والإلحاد الرؤى تهدم الإلحاد وتنسف قواعده نسفا من القاع فخر عليهم السقف من فوقهم سبحان الله الرؤى هذه عجيبة آية من آيات الله جند من جنود الله أحيانا تكون تحذير وأحيانا تكون بشرة وبشارة وأحيانا تكون تثبيت وزيادة يقين ذات اليوم استيقظ ابني من النوم وقال لي يا أبي أنا رأيت صديقك فلان واقف أمام شاطئ البحر وخرج شيء أخضر من الشاطئ صغير ولدق أبقارص رجله فقلت له الله مجعله خير يا ولدي خير إن شاء الله خير بعد عشر أيام صديقي هذا الذي رأى ابني في الرؤية كان مسافر بره في دولة بعيدة وأرسل لي فيديو في الواتساب وهو يصور نفسه على شاطئ البحر ويقول انظر انظر يا أبو سعود ما شاء الله الجو روعة والشاطئ جميل والغيوم والسحاب وكذا فتذكرت الرؤية فقلت له دزيت لرسالة في الواتساب بعث الرسالة قلت له يا فلان انتبه لا تمشي حافي على شاطئ البحر لعل شيء يجرحك أو يعني يؤذيك ما رد علي ونسينا الموضوع عاد إلى الكويت وبعد أربع أيام من عودته ما كان في شيء سليم الولد يعني رجع من هناك من البلدة هذه وما في أي شيء بعد أربع أيام من عودته للكويت تقريبا أربع أيام خمس أيام ثلاث أيام ما أنا متوثق بالضبط الشاهد دخل علي ورجله ملهوفة قدمه ملهوفة بشاش أبيض فعني قلت له عسى ما شرش فيك قال يا أخي يا الله مستعان أنا كنت أمشي على شاطئ البحر بعد الفجر مشيت وأنا حافي على شاطئ البحر فوطأت على زجاجة مكسورة فجرحت قدمي وسال الدم وذهبت إلى الطبيب والحمد لله لفولي يا أخي يعني انظروا سبحان الله العظيم من الذي أعطاني هذه المعلومة انظروا إلى الدقة على شاطئ البحر وجرح في رجله في قدمه وهو نفس الشخص الذي رآه ابني انظروا إلى الدقة من الذي بعثه للولد هذه المعلومة في الرؤية من أعلمني بأي منطق هذا الذي يعلم الغيب الله وحده لا شريك له الملاحظ يقولون نحن حيوانات نحن قرده قرود لا يوجد هناك ملائكة ولا يوجد إله ولا يوجد شيء كل هذه خرافات وطيب هذا اللي حصل إيش أمام عيني والذي رفع السماء بغير عمد رأيتها أمام عيني وغيرها من الموقف كثيرة سأقصها عليكم الآن معلومة أتت مستقبلية دقيقة جداً جرح وفي رجل وعلى الشاطئ وفعلاً حصل جرح في رجل على الشاطئ لنفس الشخص إذن ما أتى به الأنبياء عندما يستكثرون يقول لك يا أخي كيف أنبياء يعلمون ينزل عليهم وحي ويعلمون الغيب ويخبرون بالمستقبل أن هناك جنة وهناك نار وأن هناك لوح محفوظ والله يعلم المستقبل كله ويعلم كل شيء سبحانه هذا نموذج مثال بسيط الله سبحانه وتعالى أعطاه للبشرية حتى يعرفوا أن ما جاء به الأنبياء هو حق وأننا مراقبون تحت الرقابة وحولنا عوالم لا نراها الرؤية جند من جنود الله الحكيم العزيز الخبير لم يتبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له الرؤية جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة فيها رحمة من الله يثبت الله بها الناس المؤمنين وحج على الكافرين الوالدة أمي رأت رؤية أن أحد أقاربنا كان شاب عمره تقريبا 22-23 سنة تقول رأيته يعني ملفوف بكفا وناس حاملين وموجهين إلى القبر يعني يريدون إدخاله في القبر فقط تقول هكذا يعني صورة سريعة لمحة ووالله العظيم أخواني بعد يومين أو ثلاثة هذا الولد وهذا الشاب عمل حادث وتوفاه الله وأنا شخصيا حضرت دفنته وجناسته يسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويكرمه في أعلى عليه هذه الرؤى كذلك من النوع الذي يهون على الإنسان الصدمة والمصيبة بأن يخبره أن مثلا ستفقد أحد أو سيحصل لك مشكلة فاتهون عليه لأن يعلم أن الله هو الذي أرسل له هذه الرسالة أنا لا أتكلم عن قيل وقال لا أتكلم عن أمور أمام عيني شاهدتها من العلماء الذين تغيروا بسبب الرؤى غيرت حياتهم من الإلحاد والشك إلى يقين التام الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه والدكتور الكريم فاضل السام الرائي دكتور التفسير واللغة العربية ومعروفة برامجة في قناة الشارقة والبروفيسور الأمريكي جيفري لانج البروفيسور الرياضيات الذي كذلك رأى رؤيا وصار يبكي كان نصرانيا ثم ألحد ثم أسلم وله مقاطع في اليوتيوب مترجمة الدكتور مصطفى محمود ارجعوا إلى فيديو موجود في اليوتيوب اسمه الرؤية التي غيرت حياة الدكتور مصطفى محمود على ما أعتقد هذا عنوانها والدكتور فاضل السام الرائي له تسجيل في اليوتيوب حلقة اسمها نداء الروح من أروع وأجمل الحلقات التي تكلم فيها عن مرحلة الشك التي مر فيها ثم بعد ذلك اليقين بالله والكرامات والرؤى التي حصلت له أمام عينه وبعد أن أثبت وجود الله انتقل إلى إثباته أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق فألف كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين من أروع كذلك المحاضرات والكتب التي ألفت في هذا المجال تثبت الإنسان ثبات عجيب وعظيم بأمر الله وحده لا شريك له وحلقات من الشك إلى اليقين نبوة محمد من الشك إلى اليقين موجودة هذه كذلك في اليوتيوب اكتبها وستجدها كلها أمامك أنت تعرف يعني إيش إلحاد الإلحاد يعني لا أمل مسكت الأمل ونحرته وذبحت ذبح هذا الإلحاد ما في جنة ولا في خلود حياة كئيبة قذرة نتنة أحيا من غير أمل تخيل الإلحاد يعني الكآبة والاختناق والقلق والضياء والله العظيم لولا الإيمان بالله والأمل بالله العظيم الجميل الرحيم لا أريد الحياة أعوذ بالله تنقلب حياتي إلى مقبرة فعلا عندما قال الله تعالى أموات غير أحياء أقل نسب انتحار في العالم عندنا في العالم الإسلامي هذا بفضل الله ورحمته الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر